يشكو سكان المنازل الواقع على الشارع الرابط بين حي الميلاد ومجمع الدرسكنية من سوء ما حل بهم نتيجة لغياب الإدارة الواضحة والتخطيط في تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة يتحير الأهل هنا كيف يدخلون ويخرجون إلى بيوتهم الواقع على الشارع الذي يفصل بين حي الميلاد ومجمع الدرسكنية بعد أن أغلق هذا الشارع لأكثر من خمس مرات بسبب إعادة تأهيله ليبقى السكان هنا محاصرون بين أنقاذ الحفريات التي تحيط بمداخل هذا الحي والله مثل ما تشوف يعني نحن يوميا متأخرين عن دوامنا وعن شغلنا ومثل ما تشوفها الشارع هذا لا يكمل ولا هاي المهندس يوميا وجاي ساد لشارع ضالين بس بالإطراب ولا يفتح الشارع ولا يكمل الشارع هسا أنا إذا أريد أطلع من الحي يعني أفتر كيلوين ثلاثة يلا أطلع وأتأخر كل شغل الدوام أهالي المنطقة أبدوا امتعاضهم من المشاريع الخدمية التي استبشروا خيرا بإشائها لكن سوء الإدارة والتخطيط في تنفيذها قتل فرحة الأهالي من خلال تضييق شوارع المنطقة وإغلاقها حتى تحولت إلى سجن يحاصر قاطنيها قريب شهر جوي فلي شوي الشوارع سدوا الشوارع على سادي يشتغلون تبليط معرف شنو والموضوع متلكي ما ندري شنو القصة نعاني من دخول للمنطقة إذا تدخل للمنطقة لاتم تفتر أربع أحياء يلا توصل على طسات والصباح أيضا من نطلع للدوام أزدحامات زين إحنا عدنا شنو ذنبنا إحنا شون نطلع منين نطب يعني ذا سادين راسل فرع مالبيتنا عدنا سيارات عدنا أطفال يجو المدرسة يعني الحل شنو شوفونا حل ويتحدث المراقبون عن سوء التخطيط في تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية في كربلا وخاصة تلك المتعلقة بالشوارع والأرصفة وذلك نتيجة الإهمال والفساد الذي تسبب بمعاناة لسكان تلك المناطق علي خالد واني نيوز كربلا